السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي لكم جميعاً والكلسترول الكولسترول ده بيتعامل من ايه؟ بيجي ازاي؟ وهل لو انا كانت تدهون كتير ممكن ترفع الكولسترول ولا لأ؟ وأدوية الكولسترول والخطر بتاع أدوية الكولسترول وهل انا المفروض اعمل تحليل قبل ما اخد دواء الكولسترول؟ وامتى هاخد دواء الكولسترول؟ الكولسترول بيتعامل اساساً 80% بيتعامل في الكبر يعني انا لما بيكون المصنع بتاعه الرئيسي اللي بيصنع الكولسترول هو الكبد يبقى الكبد هو المصدر الرئيسي لتصنيع الكولسترول اللي بيجي من الاكل والشرب 15-20% يبقى انا عندي المصنع الرئيسي للكولسترول هيتعامل فيه الكبد انا هأكل كربوهيدريت الكربوهيدريت ده بيتحول لحاجة اسمها جلايكوجين عشان يبقى مصدر طاقة في الاوات اللي انا محتاجها الجلايكوجين ده بيروح يبقى يتحول الى دهون ثلاثية كل ده عمليات بتتم في الكبد انت ميتحسش بها خالص بعد الدهون الثلاثية يقوم يلف في الدم عشان يلف ده ده دهون فالدهون دي عشان تمشي في الجسم لابد لها من حاجة تشيلها ايه هو اللي هيشيلها المركب اللي هتشيلها انت لو ماشي في المياه عايز مركب مش هينفع تمشي في المياه فالمركب ده لان الدهون ما بتدبش متعرفش تمشي تقفل خالص لو مشت في الدم فتقوم تاخد معها بروتينز حاجة اسمها ليبو بروتينز او اللو دنسي تليبو بروتينز اللي انت بتقول عليها الكوليسترول الجيد والكوليسترول السيد يقوم ي شيلوا الكوليسترول ي efficacy منها وهو الدهون السلاثية تتحول لكايلو ماكرون وبعد كده تشال كل شوية تفضي من المركب شحنة تتحول لview لvldL وبعد كده تفضي شوية من المركب ل gluten Ldl ده اللي انت بتقوله عليه السيد او الوحش او الضار ده اللي بياخد الكوليسترول بتاعنا ويدخلوا جوه الخلايا يروح الخلايا يروح يجمع الحاجات الكوليسترول علشان يخلي الكوليسترول يروح الجلد يطلع فيتاميندال يروح للخصية في الرجال والبوايدة في النساء عشان يعمل لنا الهرمونات الزكورة ويبدأ يطلع فيه هرمونات الكورتزول كل ده من الكوليسترول تخيل لما انا اجي امنع ال LDL ده لما انا منعه كل ده هيقل كل ده هيبقى فيه مشكلة بالنسبالي طيب لما بيجي بعد كده الكوليسترول ال HDL ياخد بقى يعمل ياخد بقى الكوليسترول والمنتجات بتاعته يبدأ يروح للكاب التاني عشان يحصل له ريسايكل والدنيا تمشي امتى بخاف من الكوليسترول لما بيبدأ الكوليسترول يرتفع وال LDL ده هيعلى وعندي جرح جرح في الشوريان طب جرح الشوريان ده هيجي ازاي هيجي ان آآ الكوليسترول ده لما بيكون ماشي في مجرة الدم ال LDL المركب بتاعته مركب ماشي في المجرة الدم لقت جرح فعايزة ترممه عايزة تيجي تغطيه وترممه ليه الجرح ده جي منين جي من السكر العالي والضغط العالي والاكسادة بتاعت الدم اللي بتحصل والمواد السامة والمشاكل اللي بتحصل من اكلنا وشربنا والاعراض الجانبية لها كلها بيبدأ يتحسن دواء الكوليسترول يبدأ ان هو يبدأ بقى ايه الكوليسترول ماشي فيه الدم وتبدأ الدنيا بتاعته تبدأ تتغير خالص 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 الجرح اللي بيحصل في الشوريان الجرح ده اللي بيحصل فيه الشوريان اللي بيحصل نتيجة الحاجات اللي احنا قلنا عليها الكوليسترول يروح يرمم يروح يرمم لها حماية مع الوقت السكر فضل عالي الضغط فضل عالي يبدأ الكولوسترول يبدأ ان هو يعمل كده علشان يبدأ يروحوا بقى ساعة ما يجوا ويصوروا اللقطة الاخيرة يلاقي الكولوسترول اللي قافل لكن الكولوسترول هو الغلبان الضعيف زي ما بيقوله فالحل ان انا امنع الاكسادة وامنع السكر العالي وامنع الضغط العالي علشان كده دايما ندي العلاج للناس اللي يضغطها عالي وندي معاهم الاسبرين وندي معاهم ادوية كتير عشان مقفليش الشرايين فالحل مش ان انا هدي دواء كولوسترول بس لا ده انا لازم اعمل كده لكن لما توصل للمرحلة لدي فبتضطر تاخد دواء كولوسترول وهل دواء كولوسترول بيحمي تماما مية في المية من الجلطات لا ما بيحميش مية في المية من الجلطات هو بيحمي بنسبة ضعيفة مش نسبة كبيرة بس هو ده الحل بيبقى قدام الدكتور ان هو يعمله علشان كده دواء كولوسترول بيبقى يضطر بقى ان هو يكتبه لك وتبدأ تاخد دواء كولوسترول. طب العراض الجانبية ده هو كولوسترول. آه بيرفع انزمات الكبد. بيدمر انزيم اسم الكوكيوتن. الكوكيوتن ده اللي هو عامل زي البواجي بتاعت العربية. اللي هو لازم من غيرها البواجي لو مش شغالة تبص لاي العربية مش تشغالها. ده الوقود اللي بيطلع من الميتو كوندريا اللي هي الخلايا المسؤولة عن الطاقة اللي في الجسم يقوم يدلك. ده بقى كوكيوتن ده لازم المريض اللي بياخد ده هو استاتين وده هو كولسترول لازم ياخد المكمل الغذائي ده. فبيبدأ الكوكيوتيني ال. وتبدأ انزيمات الكاب التعلى. طبعا علشان انا بقى امين معاكم. مش في كل الناس. في بعض الناس. لكن معظم الناس بنسبة كبيرة بيشتركوا دايما من هزال في الجسم وقلم في العضلات. في ناس كتير جدا متقدرش تستحمله. وقلم في العضلات شديد. في الحالة دي لازم اعمل حاجة اسمها السي كي. السي كي ده هو اللي هيقول لنا الوضع بتاعه ايه? السي كي ده من الحاجات المهمة جدا لانزيمات العضلات علشان اتطمن ان ما فيش مشكلة. هل في حصل حالات دخلت العناية نتيجة رابدو حاجة اسمها رابدو مايلسز? اه في ناس دخلت العناية المركزة. وحالات طبعا حصلها مشاكل ومضاعفات كبيرة جدا نتيجة الادوية? اه نتيجة الادوية. هل ده بيحصل مع ادوية الكولسترول فقط? لا بيحصل مع اي دوة ممكن ناخده ان يبقى ليه مضاعفات. لكن لما يكون انت هتبدأ دوة الكولسترول زي ما قلنا. تبدأ. تحلل قبلها وتحلل بعدها بشهر. وتتابع انزيمات الكبد والسي كي بتاع العضلات اللي هو مفروض ان انا اتطمن ان هو ما فيش فيه مشكلة. في الوقت ده انا بقول لكم يا جماعة اللازم نفهمه كواس جدا ان الحاجات الكولسترول كمادة لا غنى عنها في جسمنا. علشان تبقوا انتم فاهمين. ماينفعش خالص هعيش من غير الكولسترول. تركيزي الزهن. انك انت تبقى عرضة لده لمرض السكر نتيجة ادوية الكولسترول برضو من ضمن المضاعفات. الكولسترول الطبيعي بتاعنا لغاية المتين فيه. الLDL يقول لك ده الLDL غالبا بيتعمل معادلة. مش كل المعامل بتحلله. والHDL والدهون السلاسية. الLDL مفروض في مرضى السكر يقول لك انا عايزه سبعين. الجايدلاينز واقل كمان من سبعين. والHDL يبقى فوق كل ما عيلي كل ما كان احسن. والكلسترول تحت المتين طبعا. والدهون السلاسية كل ما قلت بقت افضل. الناس اللي بتعمل كيتو دايت بيبقى الدهون السلاسية اللي هي اساس ان هو بيأكل دهون. تبقى ليلى جدا تلاقي خمسين عنده. والHDL بيعلق. واختر معادلة اللي انت تحدد بيها امراض القلب بالنسبة للمريض هي الدهون السلاسية على الHDL اللي هو الجيد. لما تكون مثلا الدهون السلاسية مثلا متين على الHDL خمسين. يبقى متين على خمسين فيها اربعين. متين على خمسين فيها الاربعة. المفروض انها تقل عن واحد حتى المعادلة دي. فلما يكون بقى تبص تلاقي خمسين على خمسين فيها الواحد. يعني لما يكون بقى الواحد عام الكيتو دايت بيبقى الدهون السلاسية عنده خمسين والHDL عالي كمان. بتبقى اقل النسبة من واحد. يعني الخطورة بتاعته بتبقى ضعيفة جدا. مقاومة الانسولين كل ما زادت الدهون اللي في الفسرة الفات اللي في جسمنا. كل ما مقاومة الانسولين زادت. مقاومة الانسولين مرتبطة بالدهون. مرتبطة بالكلسترول. مرتبطة بالهرمونات. مرتبطة في فيتامين دي. مرتبطة بزيادة الوزن في جسمك. مرتبطة بحاجات كتير جدا. كل ما زادت مقاومة الانسولين في جسمك. كل ما زادت الخطورة بتاعت التهاب الشرايين. وخطورة الكولسترول على جسمك. كل ما قالت مقاومة الانسلين والضغط قال كل ما قال خطورة الكوليسترول ده واستفدت به وبقى صديق آآ آآ جيد مش آآ صديق سوق. يعني فعلا صديق بيتحول من صديق صدوق وصديق سوق. الكوليسترول صديق صدوق طول ما انت مرفعتش السكر طول ما انت ما عندكش مقاومة انسلين طول ما انت ما عندكش مشكلة خالص في جسمك في الحالة دي بتبقى صديق جيد جدا وما عندكش اي مشكلة خالص ارجوكم زبطوا السكر والضغط هو ده علاج الاساسي وفي ساعتها مش هتقلق خالص من الكوليسترول دي القعدة الاساسية سكر وضغط واكسادة الدم وانتو طبعا سمعتوا كتير وقاريتوا كتير عن الموضوع فارجوا ان يكون الحلقة النهاردة انتو استفدتوا منها وانا بشكركم وتحياتي اشتركوا في القناة